رأي حضرتك إيه النهاردة في عيد الأم؟ هل نحتفل بيه إزاي؟ عيد الأم يعني اللي ابتكره كتر ألف خيره يعني إنه هو فكر إنه يبقى في عيد الأم مصطفى أمين وعلي أمين طبعاً مصطفى أمين فالأم طبعاً هي كل حاجة يعني أي إنسان كويس تعرفي إن أم ربته كويس طب حسأل كده السؤال يمكن حتى الناس اللي بتسمعنا دلوقتي في العربيات فيه ناس بتقول إن الأم بتدلع قوي قوي ولدها بالذات الولد بتبقى الأم مدلعها قوي علشان كده النهاردة ما بقاش قادر يتحمل مسئولية وبقاش عايز يشوف إن مراته دي شبه مامته وعمر ما الزوجة هتبقى زي الأم مهما حصل فبيقولوا دايماً إن كل أم عندها ولد دلعيته قوي 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 فيمكن عشان كده النهاردة مش عارف يعني يكمل في جوازها وبرده أم تدلع قوي لازم الأم تبقى يعني بس المعقولة دي صح؟ يعني الأم هت دلعوا الولاد قوي فطيب لا مش صح طب ليه الليه النهاردة كل ولد بيبقى عايز يجوز واحدة شبه مامته أو فيها من أمه تبقى أمه ربته كويس وكتمشي صح في البيت فعايز واحدة زي أمه بتعمل أكل حلو بتراعي أولادها كويس طبعاً طب والبنت علاقتها بباباها بتبقى دايماً عايزة تشوف راجل زي أبوها لا مش شرط مش شرط هي ممكن تحلم بأب تاني نجب سينما أو يعني البنت بتبقى عايزة راجل هي حباها ممكن ما تكونش زي أبوها بالظبط يعني يمكن النهاردة وأنا بس أحدك بخصوص عيد الأم هل النهاردة؟ لأنه فعلاً فيه ناس كتير أو يقول لما يقرب عيد الأم الناس فيه ناس بتبدايق فيه ناس بتكون فقدت ولدها أو فقدت أمهم فبيكون ساعات يوم مؤلم بالنسبة لناس كتير أو أكيد أكيد طبعاً فيه ناس عندها ظروف بتخلي عيد الأم ده ألم لها فقد أمه وحشاة وعايز شوفها طبعاً فطبعاً يبقى اليوم ده حزين بالنسبة له بسه ممكن نقوله يعمل إيه يعني ممكن يعود يدعيلها ممكن يروح يزورها طبعاً ولو بقى واعي إنسان واعي هيعمل كده يروح يزورها يقرى لها قرآن يدعيلها يفتكرها ويدعيلها وما يزعلش لأن دي سنة الحياة مقدر علينا الحياة والموت مقدرين وما حدش عارف إمتى يموت وإمتى يفضل عايش يعني فلازم يبقى واعي لده هل النهاردة إحنا بنحتفل بعيد الأم في مصر بشكل صح؟ ولا نفسك تشوف احتفالية خاصة مختلفة يا أستاذ سمير لا والله حلو مع يعني احتفال بعيد الأم حلو خصوصاً في المدارس يعني الولاد مبسوطين قوي إنهم هيجيبوا هدية للأم وبيقولونهم المدارسات بيجيبوا هدية للمدارسات كمان على إنها أم فحاجة جميلة يعني هي لكل أم يعني النهاردة في حلقة عيد الأم وفي يوم عيد الأم ويوم 21 مارس إحنا لست قبليه بيومين تقولي إيه النهاردة في اليوم ده وإزاي مفهود نتعامل معي هقول عيد الأم عيد واجب لأن الأم تحت تستاهل إن يبقى فيه يوم يحتفلوا بيها فيه واللي فقد أمه ربنا يصبره ويحاول يلاقي حد تاني مكان الأم يعني أخت أو خالة لأن الأم أمومة عاطفة نبيلة جداً فعايزة أقول كل سنة وكل أم طيبة وكل ابن وابنة ربنا يصلح حال حياتهم ويستمتعوا بأمهم يمكن دي أحلى كلمة وأحلى دعوة وأنا هستغل وجودي محارتك النهاردة وأقول كل سنة وأمي أنا مامي نبيلة طيبة وبنتي تالة حلوة ومنورة حياتي أغلى ما عندي هما الاتنين وبعيد على كل أم بتسمعنا بقولها كل سنة وأنتي طيبة كل سنة وأنتي بصحة كل سنة وأنتي سعيدة وأنتي جواكي حنان مش عند حد أبداً كل سنة وأنتي فرحانة بأولادك الله كل سنة وأنتي ستة الحبايب